مساعدات إنسانية عاجلة في الطريق إلى غزة عبر البحر صفن أبحرت من ميناء لارنكا القبرصي تحمل على متنها أربعمائة طن من المساعدات لإيصالها إلى القطاع الرحلة التي نسقتها منظمة ويرد سنترال كيتشن مع منظمة الأذرع المفتوحة الخيرية الإسبانية وبالشراكة مع دولة الإمارات تحمل مواد جاهزة للأكل تكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة فضلا عن شحنة تمور مقدمة من الإمارات ويأتي تسير الرحلة ضمن الممر البحري بين القبرص وقطاع غزة الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لنقل المساعدات إلى القطاع الذي يواجه نقصا غذائيا حادا وقبل أسبوعين أبحرت سفينة تتبع منظمة الأذرع المفتوحة في أول رحلة إغاثة عبر الممر البحري انطلاقا من قبرص إلى غزة وحملت السفينة 200 طن من المواد الغذائية وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد في بداية مارس الحالي عزم الولايات المتحدة إنشاء ميناء عائم مؤقت قبال تسواحل غزة لإيصال المساعدات لسكان القطاع وبدأت قوات أمريكية اللي عمل على إنشاء الميناء وتسارعت جهود الإغاثة لقطاع غزة بعد تحذيرات منظمات دولية ومنظمات إغاثة من مجاعة وشيكة في القطاع خاصة في الجزء الشمالي منه بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفردها على دخول المساعدات عبر معبر رفح ومنع وصولها إلى شمالي القطاع وتنفذ دول عدة عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على القطاع لكن تبقى كميات المساعدات التي يتم إيصالها بجميع الطرق برا وجوا وبحرا دون الحد المطلوب لتلبية احتياجات سكان القطاع المحاصر ترجمة نانسي قنقر